اعتقد احنا شاهدنا يمكن اربع مباريات السوبر من الدرجة الاولى الى الفرق المراحل السنية قدر الكويت يحقق البطولة العودة وقدروا المراحل السرية الغادسية تفوقون في تحقيقها اعتقد شاهدت مجموعة كبيرة من اللاعبين ان شاء الله نتأمل لهم مستقبل كبير سواء بناد الكويت اناد الغادسية اعتقد مبادرة جيدة ان السوبر ننقل اول شيء في التلفزيون تلفزيونات الاخرى لكن انا اتصور ان مجموعة كبيرة نريد الاهتمام فيها وهذا هدفنا احنا كلجنة ما نقدر نتكلم عن الاعمال اللي ملقيها على عاتقنا لكن اعتقد ان راح يكون تصور موسم حافل وغوي خاصة بعد تحديد نظام الدرجتين في الموسم الغادم المنافسة راح يكون شديدة الاهم من هذا كله احنا نطالب الجماهير الرياضية بمتابعة هذه المباريات وحث اللاعبين والالتزام والروح الرياضية وخاصة اللاعبين كذلك الالتزام مع الحكام بتأدية واجباتهم سواء في الملعب وخارج الملعب الحضور الجماهيري احنا نتمنى كذلك ان ننسق ان شاء الله مباراة المرحلة القادمة من ناحية الوقت من ناحية الظروف كل هذا هو هدفنا ان شاء الله هذا الموسم استغرار الاندية مهم جدا عندنا نتمنى ان الاندية تتعامل معنا بشكل كبير وكذلك الاندية اذا ارادت هناك عندها بعض الامور والتصورات عليها ان تطرحلنا وحنا ان شاء الله راح نقدر كل الامور ان شاء الله يكون موسم حافل في امور كثيرة احنا بنفس الوقت في مجلس الادارة الانتقالية او اللجنة الانتقالية قاعدين ندرس كل ان نشوف الملاحظات المشاكل اللي كانت بالسابق نتلافاها بنفس الوقت هناك تعاون كبير ان شاء الله مع الاندية المحلية اشتركوا في القناة